تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريد اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب ورابطة الريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز الريال مدريد على خيطافيو حندخل بتفاصيلها كثير وحنحكي عن أشياء شو فكرة الخطة اليوم وشو هدفها الاستراتيجي للزيدان حنحكي عن اسكو غيابه حنحكي عن أهم التفاصيل اللي أدت لفوز الريال مدريد لكن قبل كل ذلك لازم تشتركوا بقناة سلبي سبورت على يوتيوب القناة الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى زي ما شفنا ريال مدريد بدأ بـ 3-4-3 بدون اسكو مع حرية مطلقة كانت في البداية لأسنسيو قبل ما يتم تقييده أكثر على الجهة اليمنى وبالمقابل كان عم بواجه ختافي اللي بلعب 4-4-2 ختافي الفريق الأسوأ هجوميا في الدوري الإسباني لكن المعروف عنه متماسك دفاعيا لقاء شفنا فيه مارفين عم يحصل على فرصة مارسيلو عم يدخل كقائد للفريق وعم بيرجع شيء كتير من اعتباره في هذا اللقاء اليوم خلينا نبدأ بأول قضية حكيت لكم عنها قضية الثلاثة أربعة ثلاثة اللي لعب فيها ريال مدريد اليوم الموضوع يعني ممكن الناس تشوفوا بداية أنه والله الموضوع له علاقة بأنه الغيابات كثيرة وهذا أفضل شكل ممكن ترسمه ممكن بس تاريخ زيدان ما علمنا أنه بغير كثير بالشكل شو ما كانت مشاكله يعني كان عنده خيارات أخرى يحافظ على نوع من الأربعة ثلاثة ثلاثة بشكل أو بأقر في اللقاء اليوم أو يلعب خطة جربها أكثر أربعة ثلاثة واحدة ليش ما راح لذلك؟ تعرفوا جميعكم أنه السفاح حجوميا أطلنته بيلعب خطتين ثلاثة أربعة واحدة نين أو ثلاثة أربعة ثلاثة واحد حسب الأسماء اللي في الملعب وبتعرفوا طبعا أنه اللعب ضده دفاعيا مرهق متعب لجميع الفرق القوي واله ضعيف والفريق هذا بتعود إذا غلط معه ما بيجيب جول بيجيب ثلاثة مع بعض يعني كأنه بلعب كرة سلة وبرمي رمي واحدة فيها ثلاثة أقوال فالسقوط أمامه بدور الأبطال ما بيكون واحد سفر السقوط أمامه بيكون دائما مؤذي وأعتقد كثير منكم بدي تكور تصريح عربيل والشهير بعد ما ريال مدريد خسر مع شالكا أيام أنشلوتي في القياب لكن تأهر ريال مدريد بفضل رونالدو وانتصاره في القائد ذهاب طلعوا بتصريح شهير قال إحنا ما منعرف نلعب ضد الفرق اللي بتلعب ثلاثة خمس اتنين وأيضا اللي بتابعوا القرى الإنجليزية أكيد سمعهم بكلمة التماثل بعد ما إجت موضة الثلاثة أربعة ثلاثة وثلاثة أربعة اتنين واحد في إنجلترا لما رجع كونتي ووجب الدوري صار أرسينال تتنهم يلعبوا بهذا الشكل وصاروا حققوا نتائج إيجابية لفترة لعندما كثير فرق صارت تلعب ضدهم تحديدا بشكل بيشبه شكلهم اللي هو ثلاثة أربعة واحد اتنين ثلاثة أربعة اتنين واحد زي ما بتلعب بلعب معك ليش؟ لأنه مشكلة هذا الشكل الثلاثة أربعة ثلاثة أو الثلاثة أربعة اتنين واحد دائما صعوبته بتوزيع أدوار المراقبة والمساحات على اللاعبين اللي ضده لما يكون شكلهم تقليدي أكثر من الثلاثة ثلاثة لأربعة اتنين ثلاثة واحد التماثل جاب نتيجة كويسة في إنجلترا كثير فرق أوقفت موضة الثلاثة أربعة ثلاثة هناك والثلاثة أربعة اتنين واحد هناك عن طريق إني بلعب ضدك زي ما بتلعب ضدي وممكن بعضكم ما بيعرف إنه في آخر خلينا نحكي 15 مباراة لأطلنطا الفريقين اللي هزموا أطلنطا هم هيلاز فيرونا ولاتسيو والاثنين اللي عبوا ضده 352 واللي ريمونتادة اللي عملها تورن وعليهم من 3-0 إلى 33 بيلعب أيضا 352 كل هذه المؤشرات بضيفها للنقطة اللي حكيتها بالمرة الماضية بلشت أشعر المزيدان حس إنه الدوري يعني صعب حتى الآن أنا حفوز بس هحاول أستفيد من الدورة لأنه أنا مش ضامنه شايفه صعب كثير إيش؟ إني أخذ شوية أفكار تفيدني بدور الأبطال أجرب شوية أفكار وأعتقد اليوم كان نوع من التجربة الاستراتيجية لمواجهة أطلنطا ريال مدريد على الأغلب حيدقل مع أطلنطا بأفضل خطة ممكنة عنده لو كان جاهز عنده لعبين يلعب 4-3-3 لكن لو الفريق ما كان عنده الأسماء الكافية للخطة اللي يحبها زيدان أو متعود عليها زيدان واللاعبين حيلجأ زيدان إلى 3-4-3 أو لو بلش بـ 4-3-3 وواجه معاناة كبيرة زيدان حيقلب شكل الفريق لهذه الخطة وحيحاول يعود اللاعبين عليها حيحلل اللي صار اليوم من الأخطاء وبعض العيوب عشان يعالجها في المباريات المقبلة هذه هي المسألة الأولى اللي بدي أحكي عنها المسألة الثانية مسألة إسكر طبعا في كثير تفسيرات لعدم بدءه وتشوف مارفين بيلعب بداله وبعنده صحيفة ماركة بشتشرت أنه حيكون أساسي بصراحة في أسباب طبعا السبب الأول المعروف الطبيعي اللي حيجاهم في زيدان على الأغلب أنه اللاعب تدرب مرة واحدة معنا كان يعاني من آلام وما بدنقدر اللعبه 90 دقيقة وهذا السبب ممكن يكون مقنع بس أنا مش شايفه هو السبب الوحيد طبعا السبب الثاني أنه الشكل التقني للفريق محتاج لعب بمستوى محتاج لعب بده يعطي مش هتقلت تعطي إسكو لأنه ممكن يخرب لك كل فكرة الخطة اليوم سبب الثالث اللي صار في مدريد آخر فترة الإعلام المدريدي مع إسكو حملة مش صدفة فجأة نتذكروا إسكو فجأة مغضاضب فجأة يوهان وهذه فرصة إسكو آخر عنواني اليوم طلعوا فيه وأنا أعتقد زيدان يعني أعطى رسالة لإسكو أنه سيبك من هالضغط الإعلامي مش حيمشي معي وجواب أنه ليش ما بدأ إسكو بالنسبة لي جميع ما ذكر من اللي حكيتهم من أسباع خلونا نبلش نحكي أكثر بالتفاصيل اللقاء شفنا اليوم في بداية اللقاء أول خمس دقائق كما هو متوقع لما تغير شكل فريقك وتغير شوية أسماء فيه بعض اللعبين ما حتكونوا عارفين المكان لازم يعملوله مش عارفين التمرير اللي لازم يمرروها بالفطرة خلينا نسميها أنه أول ما تجين الكرة كيف يبدأ مرد فشفنا أول خمس دقائق شوية التمريرات غريبة من ريال مدريد بعد ذلك الريال سيطر على الكرة بشكل واضح وشفنا استحواله بالشوط الأول بيوصل سبعين بالمئة لكن واجه فريق أصلا بعرف يدافع ما بعرف يهاجم يعني كتاب يجايب بالدورة 17 جول للعلم بس واجه فريق بعرف يدافع هذا الفريق 4-4-2 خط الدفاع وخط الوسط كثير رجعوا لورا وخلوا المسافة بينهم قليلة جدا اللي منع مودريش إنه يسقط ما بين هذا الخط أو حتى السلسل لما يدقل بالعم وبنفس الوقت شفنا لاعبين ختافي مستعدين يركضوا وراء الكرة باستمرار هذا خلق مشكلة هجومية واضحة ريال مدريد ريال مدريد في الشوط الأول تقريبا ما صنع إلا فرصة واحدة اللي هي تمريدة مارسيلو لمودريش واللي سدادها بالحارس لأنه الفرصتين الثانيات كل واحدة فيهم شبهة الأولى كان فيها تدخل منزيمة بالتسلل بعدين راحت لكي سميرو وشاتها فوق والثانية كان فيها فاولة منزيمة لأنه كان مرتكز على لاعب ختافي واللي كان فيها أيضا شبهة ترك للجزاء واضحة لريال مدريد واللي زاد من صعوبة اللقاء على ريال مدريد إنه ختافي ما أعطأي فرصة للارتداد لسبب بسيط إنه ختافي ما كان مساعد يهجم يعني شرط الأول ما سزدد ولا تزديده وكأنه راضي بالنقطة وكأنه كان يراهن على شيء معين شفناه بشيط ثاني بس ما لحاجة يستفيد منه الفريق كان مساعد يضلت ملعبه 45 دقيقة هذا الشيء خلي الشيط الأول يطلع بشكل هجومي سيء للريال شكل تقني تحسن مسك كرة دور كرة لكن ما كان قادر هيخلق الفرص اللي بتكفي إنه يحتحسب الأمور في الشيط الثاني واضح إنه زادان اتكلم مع لاعبيه بشكل أوضح المهاجمين صاروا أكثر شجاعة مما كان عليه الحال في الشيط الأول كان مشكلة كبيرة في الشيط الأول لا أسنسيو ولا بنزيما ولا جونيور عندهم دارك سميه العنف في إنك تهجم تكون عندك شجاعة لإنك تهجم في الشيط الثاني كان في تحسن من أول دقيقة من هذه الناحية وشفنا بنزيما بواجه المرمى وبيهدر فرصة ومن حسن حظه إنه إهدار هذا الفرصة ما طولت كثير ما بينه بينها الهدف الأول اللي سجلوا بنزيما بعد تمريرة جونيور ولأنه لو تأخر هذا الهدف كانت حتصير بمشكلة لأنه مدرب ختافي بوردراس أدرك إنه اللي بيصير في بداية شرط ثاني نهايته هدف فحاول يدخل شفنا كوبو أليميا حاول يمسك كرة لكن ما لح حاج اللعبين هدو يدخلوا على أرض الملعب ويقفوا على أرض الملعب وإلا كان فيه هدف وهذا الهدف واضح جدا إنه أحبط ختافي الفريق اللي أصلا هذا الموسم وضعه مش طبيعي هدف جاء بالتوقيت المناسب لو تأخر شوي كان ختافي شوي حيغلب ريال مدريد هيغلبه بالارتداد هيغلبه إنه حيحاول يوقف على الكرة أكثر ويشتري وقت أكثر لكن توقيت الهدف كان جزء أساسي من فوز اليوم وخلينا نتكلم عن مارفن قبل ما يخرج يشوفنا لاعب عنده هاد الشجاعة عنده الناحية التقنية الجيدة عنده الرغبة من يمسك كرة ويجري ويلعب عرضية ويحاول يسدد لاحظنا عم بيحاول يثبت نفسه لكن خلينا نحكي بده شغل أكثر ع بعض النواحي حسن القرار في بعض المواقف يكون مرتاح أكثر في اللقاء ينسجب أكثر في أجواء اللقاء من اللي شفنا اليوم بس تبعد يكون في ريهان عليه كلاعب أساسي في المستقبل بالقريب كان هيك لاعب أعتقد كمان مبارتين ثلاثة ممكن تمهد له لإعارة في المستقبل لأنه إعارته حتودي على فريق بلعبه أكثر وهناك بتعرف تحكم أن هل هذا اللاعب بيستهل أراهن عليه وإلا لا في حين شفنا مارسيلو اليوم مارسيلو عم بقدم مباراة من النحية اللي يتنيز فيها مارسيلو نحية التقنية نحية جودة اللاعب نظرة اللاعب في الملعب ملموسة جدا المكان كان مريح لمرسيلو لأنه خلفه لاعب وأمامه لاعب يعني كان أمامه جونيرو في البداية وكان خلفه مندي مرتاح مارسيلو بهذا الوضع اللي مش مطالب كثير يكون أول من يدافع وبنفس الوقت مش هو الأساس في خط الهجوم هذا الشي كان مريحه شفنا تميراته شفنا جودته اللي ساعدت الفريق كثير في لقاء اليوم تدوير الكرة ساعدت الفريق من يضبط الرئيسي من ما بده وساعدت الفريق بشكل مباشر بصناعة الهدف الثاني وجود برسيلو اليوم ذكر ريال مدريد بشغلة مهمة يعني الفريق عم بفتقر شوي شوي للناحية الإبداعية في الملحب صار تقريبا فش إلا مودرش عنده هذه الناحية وكروز اللاعبين الأخيرين ما عدوا يجب أفكار يعني ذكر ريال مدريد بأهمية هذه الأفكار في المباريات بأهمية وجود هذه اللمسة اللي ممكن تضرب دفاع لوحدها لأن هذا الحل أمام الفرق اللي بتدافع ضدك أو بالفرق اللي هم تأخذ منك نقاط عشان ما تأخذ هذه النقاط وما ظلك تتعثر في مباريات على الورق مضمونة وعنده خول أرباس صار تغيير مهم وخلينا أحكي عن أرباس اللي شفناه منه شفنا لاعب ممتاز باللمسة الأولى شفنا لاعب ذكي أنا شفت لاعب ذكي لاعب بيعرف متى يخلي الكرة أسرع بيعرف متى يقف على الكرة شفت لاعب ذكي بيعرف يوقف بيعرف يربط بين اللاعبين بشكل ذكي جدا بس هذي مباراة أولى لكن اللي شفتوا منه مبشر أكتر من اللي شفتوا من مارفن ربما لأنه كان فعال أكتر حسين بهذا الشعور بس اللاعب تشعر أنه شخصيته ثقته بنفسه أعلى تشعر أنه ممكن بيستاهل فرصة إضافية ممكن لما نشوفه مبارتين ثلاثة هنعرف هذا اللاعب لون رايح لأي مسار من المسارات هذا هو لاعب المباراة والمبارتين ولللاعب اللي فعلا مخه كرة قدم واللاعب اللي كرة القدم في مخه كويسة صعب جدا تتوقع أنه مستوى ينزل صعب جدا تتوقع أنه ما يكون مفيد لما نزل أرباس زي ما حكيت جونيور راح على يمي كانت الفكرة واضحة جدا الجهة اليسار حتصير جهة تدوير كرة تمرير كرة أسرع جهة حاول تضرب الدفاع بالتمريرات والجهة اليوم حتصير جهة السرعة جونيور عم ينطلق ممكن يفتح له مودرش أو أسينسور مانرولو وياخد موقف واحد لواحد وللصدفة الفكرتين جابوا أهداف الهدف اللي سجل الأول الكرة دارت كثير على الجهة اليسرى ثم راحت للجونيور ثم جاءت العرضية وهدف بنزيمة والهدف الثاني اللي جاء من ثلاثة مرات مندي أريباس مارسيلو ثم انتهت مرة أخرى لمندي اللي سجل الهدف ناحية ممتازة من زيدان خلى الشكل المختلفين على أطراف تبديل فعلا هو اللي فوز ريال مدريد طبعا ما في داعي أذكر انه ريال مدريد بشكل واضح سرع الكرة في الشوط الثاني والهدف لما جاء هذا الموضوع صار مشكلة كبيرة لحتابي لأن هالكرة بتدور أسرع والفريق محتاج يفتك الكرة بشكل أسرع هذا الشيء خلاهم يرتكبوا أخطاء تفلت منهم المساحات وبنفس الوقت كان واضح الاستنزاف البدني حافظ على الكرة مشى أمور الدقائق قد ما يقدر بدون أي مشاكل بدون ما يخطاب يجيب هدف وبعدين ينتفض وهذا الكلام قدر يظله منتزع الكرة قد ما يقدر مسيطرة على الكرة شفنا عسكو عم بينزل أيضا لهذا السبب والفريق بالنهاية قدر ياخد ثلاث نقار قدر يجرب خطة جديدة قدر يعطي شابين فرصة طويلة الأمد في أرض الملعب وقدر يستعيد ثقة جونيور شوي بنفسه لأنه صنع هدف ومحتاج هو هذا اللعب شوية رسائل أنا عارف أنه فيه ضجة وغضب عليه كبير بس دائما أنا ما بفقد الأمل بأي لعب الزيط لأنه شفت بالتاريخ كنت القدم كثير لعبين تعرضوا الهجمات ثم راحوا لمسار عظيم وشفت لعبين كثير تم تكبيرهم وأنا حتى الآن ما حدثي ما في اسمهم بنوصل هنا نهاية حلقة سيلفي مدريد كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام برجع أذكركم اشتركوا بسيلفي سبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله